التانية. ومديني مثال على الجملة الاولى اللي هي if I knew the answer لو كنت عارف الاجابة I'd tell you كنت قلت لك. if I knew الداني طبعا ماضي بسيط وهناك وضو المصدر كجواب شرط. في الجملة التانية هنا او الجملة الاولى بيقول لي if you نقط يركيز واتنقط. طبعا مديني فرجة ودو عشان استخدمهم هنا بالشكل الصحيح لها. يبقى if you if you if you forgot if you forgot if you forgot لو انت نسيت your keys what نقط you do يبقى هقول له what what would you do what would you do كنت هتعمل ايه if you forgot your keys what would you do would do قملة التانية بيقول لي we know them more often if they know that nicer we know that if they answer هنا مديني ميت وبي يبقى هقول له هنا واتوي مديني ميت ويمت لا ركز الاول وشوف انت بتستخدم فعل الشرط ولا جاو الشرط ده مديني اف في النص مديني اف في النص يبقى جزء الاول ده اللي هستخدم فيه would we would we would meet we would meet them كنا هنقبلهم if they were where if they where if they were we would meet them if they were nicer قملة ننبر سري يا ملك بيقول لي if I in America I know how to baseball matches يلا if I lived if I lived if I lived if I lived I would go I would go نمبر فور ميرنا she not with us if she not at the film بداني اف في النص اهو she would come with us if she she would come with us كان زمان هاجات معانا if she he liked liked bravo if she liked number 5 يا كريم بيقول لي if I know at you I know at a bus ها ها كريم if I know at you اسمها ايه يو بي بي اه ايه اه اسمها ايه if i not you if i was you يا كريم يا كريم القادة اسمها if i is ya baba you هي كلمة واحدة if i يا إله إلا الله if i not you اللي انا ايه اللي احفظوهم من الحصة اللي فاتت يا كريم اسمها ايه وليت if I wear where يا ابني if I wear يا كريم يبقى if I wear you لو انا مكانك لو انا انت if I wear you ها نسيتها طيب احفاظها تاني بقى اسمها if I wear you لو انا مكانك I بيقول لي جيت ابص يبقى هقول له مش احنا قلنا عندي if I wear you ده الشطر الاول من الجملة التاني I would ومصدر هو مدين المصدر يبقى انا هقول له I would يبقى I would get يبقى if I wear you I'd get ابص if I wear you I'd get I'd get if if Angie a dog she not very happy she loves them مديني have يا وليد وبي تفضل يا وليد هاد 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 تعالى نشوف الاكسرسايز ده طبعا الاكسرسايز اللي احنا بنحلها اللي انتو شايفين ان هي رخمة دي دي جمال كتاب المدرسة دي كده جمال كتاب المدرسة دي الاكسرسايز اللي موجودة في كتاب المدرسة تعالى نشوف الجزء الخاص بي بيقول لي لك نقط is parking a red car in the country yard هقول له someone ولا anyone نصح صح يلا ونشتغل عشان ننجز someone في حد بيركنه someone is parking يبقى خط تحت someone جملة الاولى بقول له we were lost and there wasn't there wasn't to ask the way نركز ونشوف احنا بنتكلم عن عن عاقل ولا غير عاقل طبعا هنا انا باقول له احنا توهنا وما كانش في حد نسأله يبقى there wasn't anyone there wasn't anyone number two بقول له there is هقول له there is nowhere ولا anywhere خلاص ما مش مكمل مش عايز اكمل الجملة هي خلصت من الاول there is مثبتة يجي لي معها nowhere مش any لاني any عايز انط any يا حلوين عايز انط ما فيش نط يبقى nowhere يبقى there is nowhere نقطة التالتة بقول له there is هقول له anything ولا nothing يا حلوين nothing يا حلوين يبقى there is nothing there is nothing طالما عندي is بس يبقى nothing إنما لو isn't كنت قلت له anything نشوف number four وهي عبارة عن محادسة mom can I choose can I choose I like no choose something healthy can I choose something can I choose something يشمع هنا سؤال يسير ها هندي قم لطلب قم لطلب قم لطلب قم للي بعدها بقول له I can't find his address I can't find anywhere يبقى any عند نطة هاي عند نط يبقى anywhere مين في دولة هيا nobody ولا somebody came to the concert the band was very disappointed جميلة nobody يبقى محدش جه محدش حضر الحفلة والبند كان محبط يبقى nobody لا أحد لا أحد محدش جه الحفلة تعال نشوف الجزئية دي بيقول can you see anyone there can you see anyone there anyone في السؤال هاي نقطة التانية بقول I am sure I had my umbrella but I can't find it anywhere 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 I can't anywhere مش لقيها في مكان كريس come here I have got to tell you I have got to tell you anybody anywhere never help معناها he doesn't help خد خط حت الكلمة دي كده وعرفها كويس never help يعني لا يساعد يعني جملة من في هي في ان يسير نقط ده انا عند اللي اقوى من نقط هي مين never يعني never بتساوي نقط اه never بتساوي نقط اه يبقى هي never help هو مش بيساعد اي حد ما بيساعدش اي حد يبقى هي never help anyone or anybody anyone or anybody we don't like in this or in his shop we don't like in his shop anything 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 i want to do easy and funny something i want to do something easy and funny not must reply to the email it's very urgent ده حاجة ملحة حاجة ضرورية يبقى هقول هنا somebody must reply to the email ده بالنسبة للجزء الخاص بجزيات الجرام اللي عندي هروح لآخر جزئية في اليون ده مديني مجموعة كلمات هاحفظها واروح احل الامتحان بتاعها عشان ننجز مديني كلمة blender اللي هو خلاط مديني cabbage rolls اللي هو المحشي مديني charity مجمعية خيرية chef بمعنى هنا طباخ مديني مهروس اللي هي هنا معناها ظهور ظهور الظهور الاول او المفاجئ لممثل مسلا او لمغني على خشبة المسرح الظهور قدام العامة يعني يقول لي الدبط بتاع مسلا عمري دياب على خشبة المسرح يعني ظهوره مرة واحدة على خشبة المسرح يبقى ديبط من دين دياميتر اللي هو القطر قطر الدائرة accept وانه يعني ما عدا اما extract بمعنى يلخص او يستخرج اللي هي apart of something مديني fatal بمعنى مميت حاجة مميتة لكوزنج او اندينج اندس حاجة بتسبب او بتنتهي للموت او الوفاة يبقى اسمها fatal give up وانه بمعنى stop بمعنى يتوقف عن in spite of بتساوي كلمة although او despite وايضا بتساويهم كلمة but وهو ever بمعنى على الرغم من in spite of معنى على الرغم من بتربط بين جملتين عكس بعض مديني ladybird دوت اللي هو اقدر اسميها حشرة او يعصوقة مديني مكتشر بمعنى خليط او مزيج ويسترز اللي هو المحار اللي عبارة عن شيل فش مديني اللي هي النسبة المقوية صفة هنا بمعنى سام مديني ريسيبي قلنا بمعنى وصفة لطريقة عمل اكلة معينة معنى متخصص بمعنى مضغوط او متوتر مديني اللي هي هنا بنسميها علامات او علامات المرض مديني اللي هي بمعنى شهادة مديني طب اللي احنا بنسميه زي بانيو مثلا small plastic container with a lid بنسميه زي طشت او بانيو اللي هي الطب under privilege معناه هنا هو محدود اللي يزوز who have less money and fewer positions and opportunities than other people الناس اللي هم محدودي الداخل او محدودي الامتانيات ويفر اللي هي طبقة رقيقة من البسكويت دي طبعا الجزئية الاخيرة عندك في كلمات اليون الده بعد كده بديني من كتاب المدرسة حل كم جملة دولت معاكم لما قول هنا you know that smoking is very bad for your health i know my dad is trying to my dad is trying to give up my dad is trying to give up اسمها يعني هتوقف او امتنع عن التدخين النقطة التانية لما قوله هنا where have you been where have you been انت كنت فين هيقول لي هنا i have just not the new healthy club in town اسمها i have just the new club joined joined على طول قولك club اسمها joint club نقطة اللي بعدها لما قولك what's your healthy plan خطتك الصحية for the next year هيقول لي هنا i am going to not i am going to not اسمها i am going to relax i really want to do something different this year عايز اعمل حاجة مختلفة السنة دي بقول له me too وانا كمان why don't we not a new sport اسمها ايه new sport أو hobby new sport أو hobby اسمها take up take up بمعنى start new sport أو new hobby عشان كده بقولك مهمة take up what do you do to not اللي i go هنا jogging بتمش everyday and play rugby twice a week يبقى انا بقولك هنا وضي دوتو ايه انت بتعمل ايه to keep fit to keep fit بعد كده طبعا مديني exercise تانية على استخدام shouldn't بس مش حجيلك طبعا على شكل match بيجيبها لك على شكل جمل اختياري أو جزئية rewrite احفظ للجملة دهية اللي هي what would you do what would you do what would you do if you وماضي بسيط زي if you had a test tomorrow what would you do if you had a test tomorrow كنت هتعمل ايه لو عندك اختبار بكرة تمام؟ جملة السؤال باجابتها اللي زي دي كده تتحفظ زي اسمك يبقى what would you do if you had كنت هتعمل ايه لو عندك اختبار بكرة هتقول لي if I had a test tomorrow I would study hard هزاكر هراجع تمام؟ بقيت الexercise طبعا معاك اللي هي بامتحان اليونت تمام؟ بقيتنا ان شاء الله يونت الحصة الجاية هنبدأ على طول في شطر اللي هو المفروض ten بالنسبة لي عشان ننجز لان خلاص الامتحانات الرابط جدا سيادتك مطلوب منك هتراجعلي على كلمات يونت سيبن ويونت ايت في التيم اوب الكلمات 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 راجعلي عليها كويس ندخلال طبعا جزئية شرح اللي بالانجليزي بالاول او جزئية الجدول الكلمات اللي عندك في نهاية المذكرة اللي هي كلمات بيت كام ايوة هي يونت سيفن واد يونت ايت لحد دلوقتي واحفظ لي كمان يا ريت تحفظ لي اجهاز لي بكلمات يونت ناين اجهاز لي بكلمات يونت ناين يبقى سيادتك مطلوب منك تراجعلي على حفظ كلمات اللي هي ناينتي سيكس و سيفن و ايت اقول تاني ناينتي سيكس و سيفن و ايت كلماتك كلها كيب جزئيات الجرامر سيبها لي انا هتراجع مرة و اتنين و تلاتة لكن خلصني من جزئية الكلمات الاول ان شاء الله الحصة اللي جايزة ما قلنا نشتغل جزئية نوفل جزئية كمان القصيدة الناس اخدوا في السنتر انتو لسه ما اخدتوهاش مش كده ايه طيب تمام طيب تمام تمام تعالوا لي كده زي الشطار تعالوا لي ايوه عشان بس الدنيا تبقى حلو معاكم ما تتصدموش زي ما الناس في السنتر تصدموه لو جينا هنا هوت ليه جزئية القصيدة اللي عندك الترمدة اروح بيج وان هندرد ففتي ايت وان هندرد ففتي ايت تمام تمام وان هندرد ففتي ايت مطلوب من سيادتك بس بصلي على جدول الكلمات ده جدول الكلمات ده ماشي الكلمات دي عشان فيها الكلمات غريبة شوية عشان تبقى فاهم احنا بنقول ايه واحنا بنشرح اللي استنزل لعندك تمام يبقى بصلي بس على الكلمات انجليزي وعربي الجدول ده عشان لما نيجي نشتغل الاستنزل الاولى تبقى انت فاهم احنا بنقول ايه تمام بس كده ان شاء الله الحصة اللي جاي برضو هنبدأ فيها وناخد فيها الاجزاء المهمة اللي مطلوبة مننا ان شاء الله للامتحان يلا جود نايت اشتركوا في القناة